يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعوا برنامجنا يحكى أنه على شاشة القناة الأولى زي ما احنا متعودين دايماً مع بعض وكل حلقة بيكون معانا موضوع مختلف بيكون معانا مشكلة نفسية بيكون معانا مشكلة تعبانة في حياتنا الموضوع النهاردة أكيد بيهمكوا وأكيد بيهم أي اتنين كده بيحبوا بعض وبيفكروا أن هم يكملوا حياتهم مع بعض كل واحد فينا سواء أنا ست أو ابتديت أرتابط ومعايا الراجل عايز أرتابط به وأكمل حياتي معاه وأعمل بيت وأعمل أسرة وكل الحاجات الوردية اللي احنا بنشوفها في بداية العلاقة دايماً كده أوتوماتيك كده من غير ما فكر أنا ببقى متخوفة من حاجات شفتها في حياتي متخوفة من حاجات مثلاً ممكن أكون شفتها مع مامتي وباباي في البيت أنا تربيت في البيت مثلاً يكون كان فيه الأب بيشخط وبيزعق وبيضرف أنا لأ ببقى واخدى الموضوع ده بقى وأول ما جاءتكوز خلي بالك أنا شرطة أساسي لا تزعق لي ولا تمد إيدك علي ولا ولا يعني إيه يعني أنا بحط شروتي وهو كمان بيحط شروته أنا الحاجات اللي خايفة منها تحصل معايا بقولها وهو نفس الحكاية يعني خلينا نقول مثلاً الستات خلاص أي بنت خلاص دخل على جواز بتلاقيها بتقوله إيه بص أنا هقولك على حاجات عشان ما تعملهاش عشان حياتنا تبقى سعيدة طيب رقم واحد بص بقى أنا في الأعياد أحب عيد مع أول يوم عيد مع أمي وإخواتي وبابايا فييجي يقول لها إيه ده طب إزاي طب أنا أنا كمان نفس الحكاية عايزة عيد مع أهلي فتيجي هنا أول مشكلة لازم يتحطي لها روابط وشروط وخصوصاً المناسبات الاجتماعية العيد ورمضان أول يوم رمضان هنفطر فيه عند مامتي ولا مامتك طب أول يوم عيد هنعيد هنروح لأول عند مامتي ولا مامتك فدي بتبقى مشكلة تخلي بالك والموضوع يبقى عادي لا لا بتبقى مشكلة كبيرة جداً بيحصل فيه خلافات رهيبة ولا بنعيد ولا بيحصل سواد في الأخ طيب يجي الراجل بيقول لها إيه خلي بالك أنا ما بتدايق ما بشوفش قدامي كل دي الشروط اللي في البداية أيوة يعني إيه ما بتشوفش قدامك يا مش فهم أيوة لا لا يعني أنا أول ما تعصب أنا ممكن أتكسر البيت فأنت بعيدة عني خالص عشان نكمل كويسين مع بعض لازم تتعودين أنا أول ما تدايق ما تجدلنيش ما دي بقى تعتبر شروط ما تجدلنيش ما تقفيش قصادي فيه رجال يقول لها إيه ما شوفكيش قصادي أول ما دايق فطبعا هي تتخضي كده بس الحب بقى واللافلافة بقى والحاجات الحلوة دي بتخلي الواحد إيه يعدي يعني آي يا حبيبي آه ما تقفيش طيب حاضر طيب تاني حاجة بصي بقى أنا ما حبش الست اللي بتفضل إيه تنتش تنتش في الفلوس فأنا اللي لديك المصروف ما تقعدش تحسسيني أن أنت طمعة أنا ما حبش الست الطمعة لكن أنا ومعايا هديكي عيني فطبعا هي تسمع كده تقول له طيب ماشي بس يعني لما عوص حاجة لا أنا هبقى معيكي واسألك وانا بقى شايف لكن كل شوية تقول ليلي عايزة 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 دي شروط ها دي شروط طيب ما ليش علاقة بقى أنت كان باباكي بيجيب لك برندات إيه وبيعمل إيه وبيسوي إيه أنا هجيب لك على قد إمكانياتي من البداية كده يا بنت الحلال عشان ما يحصلش مشاكل على قد مصروفي على قد مرتبي على قد دخلي أنت هتعيش ده برضو يخلي بالكو ده شرط يعني اللي هو إيه شرط نور من البداية كده فطبعا هي طبعا لطيفة وجميلة وكيوت مش عايزة تحسسوا أن هي ست طماعة وأحيانا بيقفير الجالة زكية يرملها الكلمة عشان هي تيجي اللي هو ألا بحبش ست طماعة فهي تبقى جواها حاجات عايزة تطلبها فتخاف آه لا وأنا لو طلبتها كده هبقى طماعة وكده هيقول علي طماعة أصلا كنت خاطب واحدة قبليكي كانت طول الوقت تتاخد في فلوس وطول الوقت تتحوش وطول الوقت تجيب لمامتها والإخواتها أنا ما ليش علاقة أنا ما حبش ست طماعة فطبعا هو رماها بزكاء بس ده شرط أن هي بعد كده مش كل حاجة تطلبها وبعدين أنت بتشتغلي يعني أنت حكتك أنت تجيبيها يعني بيحطوا شروط للحياة عشان يمشوا عليها فيه شروط مقبولة يعني مثلا واحد ييجي يقول لها زي كان فيه حالة كده مشكلة ما بعتلنا واحد ييجي يقول لها إيه يقول لها طيب أنا ممكن أسافر مع صحابي يعني ممكن في السنة فيه سفرية ليكي وللولاد وفيه سفرية تانية مع صحابي طب ما ده شرط لو وفقتي عليه ما يفعش ترجع تقول له لا أنا ما يفعليش الكلام ده فطبعا ده شرط أنا بالنسبة لي غير مقبول يعني إيه الرجل يسيبني ويبقى جوزي ويسافر مع صحابي طب هل أنت هتوافق فهي ترجع ترد بقى طب هل أنت هتوافق أن أنا لما أجأ سافر أسافر مع صحابتي البنات أنا كمان يعني أخذ 3-4 تيام كده ولا أسبوع مع صحابي الوحدي لا طبعا فتقوم المشكلة ففيه شروط إحنا بنحطها في بداية العلاقة عشان ينكمل حلوين ينعرف تباع بعض فيه شروط مقبولة وفيه شروط غير مقبولة هنعرف مع بعض إيه الشروط اللي ممكن تعدي وتباع مقبولة وإيه الشروط إن أنت لو سمعتيها منه لا تقفي كده خطوة وخطوتين للورا وتفكري يكمل يمشي من البداية عشان ما يحصلش مشاكل طب هنعرف إزاي أنا تفادى المشاكل دي وإزاي كل واحد يعرف التاني أو يعرف التاني هو عايز منه إيه بالزبط من غير خلافات هنعرف أكتر عن موضوع الحلقة من ضيف اللي هيكون معايا في الستوديو الكاتب والسيناريست أحمد عثمان اللي كمان عنده كتب اجتماعية كتيرة جداً وأغلبية كتاباته بتركز على الجانب النفسي وكمان كتب حكاية لطيفة جداً اسمها روحي فيك من مسلسل خمسة وخمسين مشكلة حب خمسة وخمسين مشكلة حب دي مشاكل الحب ولا ألافات كتب تقدر تسدها